بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آلي وأصحابي أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة ليتدبروا آياته قول الله تعالى في سورة المطففين كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أعظم المهلكات هي الذنوب كم يتمنى الإنسان أن يعيش بلا ذنوب لكن كما قال القائل إني بوليت بأربع يرمينني بالسهم قد نصبوا علي شراك إبليس والدنيا ونفسي والهوى إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أرجو بينهن فكاك أعظم ما يهلك العبد ويودي به إلى التهلك هي الذنوب قد يظن الظان أنه فيه ذنوب صغيرة ما بتساوي شيء الذنوب الصغيرة تجتمع على الإنسان فتهلكه إياكم ومحقرات الذنوب هادو اللي بيسموهن الكذب البيضاء واللي بيسموهن أنه ما ساوينا شيء والله يا أيها الإخوة الكرام الإنسان بده يحاسب نفسه عن الصغائر قبل الكبائر كبيرة كبيرة معروفة أما الصغيرة يأتيك الشيطان من الصغيرة فيودي بك إلى التهلكة ليش ألا كثير من الناس بتجيب له الآية وبتجيب له الحديث وتعيظه بالليل وبالنهار ما يتحرك قلبه قلب قاسي الله عز وجل قال في سورة البقرة ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجر كالحجارة بتعملوا خطبي طناني رناني يعني الصخر بتحرك من من كلام الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل طيب ليش ما عم تتحرك قلوب الناس ليه القرآن هو القرآن لكن الناس اللي تغيرت تغيرت من الذنوب ومن العيوب ومن الخطايا هل الإنسان بلا ذنب وبلا خطيئة ما ممكن شو الدواء إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ادفع بالتي هي أحسن تدفع بالتي هي أحسن معناتها تدفع بالحسنة الإنسان أعطيكم مثال الإنسان مصروفه كبير يلي مصروفه كبير مثل السيئات مصروف عنده أولاد وعنده أمه وعنده أبوه شو لازم يكون دخله كبير إذا كان الدخل كبير بيغطي المصروف الدخل تبعنا هو الحسن لا مناص ولا مجال ولا خلاص إلا أن نعمل صالحا الجلسة والتهجد ومجلس العلم صلاة السنة والنوافل والضحى والأوابين والصدقة وشيء من الصيام وشيء من الاستغفار لكن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو مرسل من عند الله الله عز وجل بنص كتاب الله قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر شو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة في رواية مئة مرة مين اللي علمنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك اللي هو سيد الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام وإننا نحن من يحافظ على هذا الورد هل الواحد يمسك الورقة والألم يشوف كل يوم كم ذنب يذنب كل يوم في شيء أقل من مئة زم؟ مئة هذا أخوانا الكرام النظرة زم في ناس الله بيحاسبه نمو عن نظرة على خطرات القلوب على خطرات القلوب إذا كان تزنب باليوم مئة زم بالشهر ثلاثة ألاف بالسنة ثلاثين ألف هدول كيف سنلقى الله عز وجل يوم القيامة والله لا دواء لنا إلا أن نستغفر والله لا دواء لنا إلا أن نتوب إلى الله توبة النصوحة واحد بيطلع من بيته يأتي ذم جوز نظر لإنسان نظرة ازدراء حكى كلمة في الطريق حكى كلمة دخل المسجد ربما فعل شيء حطهم حطهم كم مرة حكيت على إنسان نحن مو شاطرين غير بالحكي وبالغيبة والنميمة وإنه إيش نغتاب الناس وانبهتهم وهذا نمام وهذا يلمز بس على السماع يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نحن بيجي واحد هذا أبو نجيبي اللي بيأخذ وبيجيب بتسمع منه كلمة فتبني عليها فتقذف إنسانا لك شلوم داك تلقى الله يوم القيامة ويوم داك تروح فيه الندول لك أيام يكون واحد إنسان بالسفر بيوقف قدام الميزان شو معه معه شنتيتين شو بيقول له هذا الموظف بيقول له والله أنا ما بطلع لك إلا إيش شنتاي واحدين لك والتانية ما بحسين شو داك تدبر حالك داك تدفع عليها بالدنيا بتدبر حالك تدفع يوم القيامة ويبدأك تدفع في دفع يوم القيامة فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته هالحسنات اللي تعبانين عليها نحن بالليل والنهار تجي آخر شي تفرط فيها هلأ بعد ما ترجعوا يوم الجمعة هلأ من الجلسة كل واحد تشوف قلبه شنون الألب آسي والله قلوا قاسي والله يوم القيامة لا ينفعك شيء إلا إذا كان قلبك سليم صافي أفيش يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم لذلك الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ران الحجاب بيقرأ القرآن ما بينتفع منه بيقرأ الحديث ما بينتفع منه بيسمع الموعظة تفوت من هون تطلع من وين من هون كان صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كله بآية يرددها ويبكي يرددها ويبكي هلا بتجيب القرآن من أوله لآخره بيقرأه عبد الباصد بكل الألغام ما نستفيد منه ليش قلب صخر الذنوب في ناس يذنبون كل يوم كل يوم ما بيصلي الصبح حاضر في إنسان ذنبه أعظم كل يوم ما بيصلي الصبح بنوم لك في ناس معهم تصلي سألني أخ مبارح عليك معهم ينزل المطار من وين ينزل المطار من وين إذا كان طبعا الله عز وجل بيسقينا برحمته بس كمان في في شي المقدمات تدل على النتائج أخوان الكرام وين الناس فتش عن الناس يوم الجمعة لك يوم الجمعة ربينا ربينا يوم الجمعة هكذا الساعة تسعة نكون بالجامع نحضر مجالس الصالحين مجالس الزاكرين هلا بيأدن مو الأدان بيأدن الأدان الأول وأدان خطبة الجمعة والأخ نايم هذا كله من الذنوب وين وسارعوا يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وين فسعوا إلى ذكر الله هذا لأن الألب مصدي قلوب قلوب إذا منه خلت فنفوس القلب إذا طلع منه الله صار نفس نفس إيش نفس وضيع لأحرف وسواس اللعين طروس وإن هي ملئت ومن وإن هي ملئت منه ومن نور ذكره فتلك بدور أشرقت وشموس لذلك الشيء العملي نسمي له الدرس كل يوم لا مقطوع ولا ممنوع استغفر الله وأتوب إلي لكن النبي عم يستغفر أنت مين 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 أنت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعاهده يعني ويبايعه قال إلا الزكاة والصلاة إلا الزكاة والصدقة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا صدقة ولا صلاة فبما تدخل الجنة لا صلاة عم نصلي ولا دفع عم ندفع أنه الصدقة برهان قلنا الكرام الاستغفار معناة أنت حريص أن تبتعد عن الذنوب وعن الخطايا كل يوم أستغفر الله وأتوب إليه جزئه بعد كل صلاة عشرة نحن بعد الصلاة شو منقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه بعد كل صلاة عشرة وبالطريق في الذهاب وفي الإياب والنبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار له سر قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق ما خرج بدكون ينزل المطار استغفر الله جاء رجل إليه بحنيف النعمان رضي الله عنه الدنيا ضاقت عليه من ناحية الرزق فقال له استغفر الله ثم جاءه رجل من البادية وقال إن لم نمطر من سنة فقال له استغفر الله نفس الدواء ثم جاءه رجل وقال له أنا متزوج من عشرين سنة وما رزقني الله الذرية فقال له استغفر الله نذكر لما كنا نخدم بالجيش اللي بيجعه رأسه ستمه اللي بيجعه بطنه ستمه اللي بيجعه ظهره يعني هذا بيمشي لكل شيء فلما ولوا جاء الرجل اللي قال يا أبا حنيفة جاءك الأول شو ضاقت عليه الرزق قلت له استغفر الله والتاني مشان الأولاد استغفر الله والتالي مشان المطار استغفر الله قال له أما قرأت قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لذلك لنكثر من الاستغفار ولنكثر من توب إلى الله عز وجل حتى نرزق القلب السليم الآن نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي هل صلاتنا لما نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام تعرض صلاتنا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر